ترامب يعلن الحرب على بايدن تصريح ناري لترامب بايدن ضعيف ويجر العالم لحرب عالمية ثالثة وسياسته الفاشلة ستنتهي قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ان الهجوم بطائرات بدون طيار على القاعدة الامريكية في الاردن كان نتيجة ضعف بايدن واستسلامه مشيرا الى انه لا يمكن للولايات المتحدة ان تصل لبر النجاح مع القائد الاعلى جو بايدن بحسب تعبيره وفي اشارة الى الهجوم الذي ادى الى مقتل ثلاثة جنود امريكيين واصابة العديد من الجنود في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب لقد كان يوما رهيبا للولايات المتحدة واضاف ان هذا الهجوم المتغطرس ضد الولايات المتحدة وهجوم فضيع اخر وعلامة مروعة على ضعف جو بايدن واستسلامه مؤكدا على انها نتيجة مأساوية لسياسة بايدن الفاشلة كما قال ونوها ترامب الى انه لو كان رئيسا لما حدث هذا قائلا انه قبل ثلاث سنوات خلال فترة حكمه كانت ايران ضعيفة ومفلسة وتحت السيطرة تماما وذلك بفضل سياسة الضغط القصوى التي اتبعها حيث كان النظام الايراني بالكاد يستطيع جمع دولارين لتمويل وكلائه ثم جاء جو بايدن واعطى مليارات الدولارات لايران واستخدمها النظام الايراني لارتكاب الفضائع في الشرق الاوسط على حد وصف ترامب وقال لو كنت رئيسا لم يكن هذا الهجوم ليحدث ابدا ولم يكن حتى ممكنا ولم تكن الحرب في اوكرانيا لتحدث ابدا كما وعد ترامب انه اذا ما تسلم مقاليد الحكم في امريكا بعد الانتخابات سيحل السلام في جميع انحاء العالم بدلا من حالة دول العالم اليوم التي تسببت بها سياسة بايدن والتي تجر الجميع الى شفى حرب عالمية ثالثة موسيقى